اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة إزاي على قد ما أقدر إزاي على قد ما أقدر ممكن أمنع ابتداد المرض ده تاني أنا خلصتها الحمد لله فكان الإجابة على السؤال ده بإجابتين الإجابة الأولينية أو الشيء الأولينية بيعملوا إبعد حاول على قد استطاعتك التلوث الغذائي لو بنشرب مية بنغليها كويس أدركم واحد أدركم اتنين خلي دايماً مناعتك قوية قوي مناعتك طب أنا أشرب إيه عشان خاطر أخلي مناعتك قوي بانتظام عشان ما يجلش أمراض مناعية إزاي الأمراض دي عندك الزعتر عندك الحبة السودة الحبة السودة بالأخص كل النباتات دي بترفع المناعة جداً فبتخليك قوي جداً 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 وقسمك قابل أنه يواجه أي عاجب المناعة مسؤولة هي والكبد عن 90% من وظيف الجسم هي اللي بتنظم الكبد والمناعة دول هم اللي بينظموا كل حاجة الباقي ما كان القلب الفلتر الكلة العقل ده أو المخعمة كتحكم أو كنترول النواة بتاعت الجسم لكن الكبد والمناعة الاتنين دول هم المسؤولين تماماً عن كل شيء من أول الفيروسات للتعامل مع الجسم التنظيم الجسم مين يدخل ومين يخرج كل الكلامة إن شاء الله تبعاً في الحلقات بتاعتنا هنبقى نحاول نشرح وحدة وحدة كده عشان إحنا التفاقنا هو مش برنامج مش محاضرة طبية البرنامج ده ولكن هو التبيان لخلق ربنا فيك يعني أهي طيب ده بالنسبة لابو كراس وكراس بتلساش تعمل سبسكرايب أو اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الجديد في استخدام النباتات الطبية وأسرار وفوائد النباتات الطبية والجديد في عالم التغذية العلاجية لصحتك ولصحت عيالك بشوفك على خير